ترأس سيادس المطران كير جوزيف جبارة مطران الروم الملكين الكاثوليك في الأردن اللقاء الذي عقده اتحاد الرهبانيات في المركز اليسوعي في جبل حسين بعمان وذلك للتأمل والصلاة والاستعداد لاستقبال طفل المغارة حيث حمل هذا اللقاء شعار الراهبة نجمة الميلاد إلى التفاصيل ضم المركز اليسوعي لقاء اتحاد الرهبانيات من مختلف مراكز المملكة للتأمل والصلاة والاستعداد لاستقبال طفل المغارة طفل الرحمة والسلام بروح المحبة المتلالية حيث حمل اللقاء الشعار الراهبة نجمة الميلاد ترأس اللقاء سيادة المطران كير جوزيف جبارة مطران الروم الملكين الكاثوليك في الأردن ورفع الذبيحة الإلهية قدس الأب رشيد مستريح المرشد العام لاتحاد الرهبانيات على نية الراهبات وخدمتهن الرعاوية في الأردن تضمن اللقاء صلاة الفرد الصباحي بالتقس الكاثوليكي ثم تلاها كلمة للرئيسة العامة للاتحاد في الأردن الأخت سيسيل حجازين التي رحبت بالجميع وشكرت فيها سيادة المطران جبارة على حضوره وتلبية الدعوة لتقديم المحاضرة العميقة والتي حملت بين طياتها معاني كثيرة حول شعار اللقاء الراهبة نجمة الميلاد حيث تضمنت المحاضرة مفاهيم وأبعاد روحية لأهمية ومعنى أن تكون مسيرة الراهبة متجلية بالمحبة ومشعة للسلام والخير في رسالتها من خلال خدمتها للآخرين في حياتها اليومية كان هذا اللقاء اليوم جميل مع الأخوات الرهبات تجمع الرهبات في الأردن كان حول موضوع الراهبة نجمة نجمة يسوع كيف تكون بحياتها نجمة لا يسوع من خلال النصين تأملنا فيهم صباحا نص أول النص التجلي عندما اصطحى السيد تلاميذه على جبل عالي وتجلى أمامهم وتسألنا أنه هل تجلي هو تجلي للسيد المسيح أم تجلي لأعين الرسل وأداش في الحياة الرابعة أيضا هي لازم تتجلى وتكون بالفعل نور للسيد المسيح في وسط هذا العالم والنص التاني كان نص الغسل الإلهي عندما غسل السيد المسيح أقدام تلاميذه وأظهر من خلال ذلك الكثير من التواضع حتى من خلاله نتعلم وهو يكون قدوتنا في العمل والخدمة للآخرين وفي نهاية اليوم الروحي التقى الحضور بلقاء أخوي ترفيهي تم أعداده من قبل الأخت حجازين تضمن تقرير الفيديو عما تم إنجازه خلال العام الماضي وفيديو قصير بعنوان أين يولد المسيح وبعد ذلك تم تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد وتمنى الجميع أمنيات الخير والبركة بقدوم العام الجديد 2019 مرددين معاً ولد المسيح هل إلويا ليلة الميلاد يغفر الحرب ليلة الميلاد كل عام أنتم بخير اليوم كان لقاءنا عن الرهبة هي نجمة الميلاد كيف إنها الرهبة بتكون في رسالتها في محلها محل ما بتكون في ديرها كيف لازم تشع نور المسيح برسالتها مع خياتها اللي بيعيشي معهم مع الطايفة مع الرعية وإحنا كمان حبينا ندعو سيدنا المطران جوزيف جبارة حتى هو يعمل لنا اللقاء وكان كلمات كتير حلوة استفدنا منها كلياتنا وإن شاء الله يا رب نكون إحنا فعلاً متواضعين بالخدمة مثل ما المسيح غسل الأرجل التلاميذ وإحنا كمان نكون متواضعين بالخدمة ونساعد الناس وإن شاء الله نكون يا رب نور مشاعر لكل إنسان بتعامل معه في حياتنا بحب من خلال نورسات من خلالكو أنتو أشكر الدكتورة باسم السمعان اللي هي دايماً ما بتنسانا ما بتنسى اتحاد الرهبانات في الأردن هي دايماً تدعمنا روحياً ومادياً هي بتنقلنا رسالتنا لكل العالم بشكرها من خلالكو بشكر الموظفين اللي دايماً يدها اليمين بشكر كل إنسان ساعدنا بإنجاح هذا اليوم الرائع بشكر المركز اليسوعي بشكر الأشخاص اللي تبرعونا بالهدايا الدكتورة باسمى والكاريتاس الأردن ممثل بسيد وائل اسليمان بشكروا من خلالكو وبتمنى لكو سنت خير وبرك وسلام يا رب عليكم للعالم كله شكراً كتير والله يعطيكو ألف عافية وفي الختام تم توزيع هدية الميلاد لكل رهبة والمقدمة من حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس الدكتورة باسمى السمعان وجمعية الكاريتاس الأردنية ترجمة نانسي قنقر